أسألك تحديداً كمان على أحمد عبدالقادر إيه رأيك في مسيرته واللي بيحصل معاه واللي بيحصل منه أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر عليه بس أنه هو بص أحمد لعيب كويس جداً ولعيب عنده حاجة السرعة مميزة جداً من أهم مميزاته الجريء بيروح واحد الدوع بس أنا بشوف أنه أوقات بيبالغ شوية لعيب الأهلي لازم يطوع إمكانياته لصالح الفرقة لأنه هو فرقة الأهلي عموماً ياما جبنا لعيبة وكان عندها قدرات فردية بس لو ما بتدخلش في الجماعي بيحصل طبعاً لأنه أنت معك تيم والتيم كله تقيل وكلنا عايزين لعب جماعي يعني لما بداخل حد عايز يعمل حاجة فردية بيطعب شوية بيبص لي مقاومة أو كلام من زميله فأحمد عبدالقادر لعيب هايل أنا بوجهة نظري شايف أنه هو لازم يطوع مهارته دي وقدراته الفردية لمصلحة الفرقة وفيه حتة نفسية شوية كولر ممكن برضو يقرب منه شوية يعني يتكلم معاه شوية أو بمعنى الصح يتعامل معاه نفسياً لأنه هو برضو من نوعية اللعيبة اللي لسه صغير في السن ومحتاج مساندة شوية صح فدي ممكن تحصل أعتقد أحمد ممكن يعني يروح في مكان تاني وانا